مجز لأهم الأنباء تتواصل مشاركة وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة في الدورة الخامسة لمنتدى باريس حول السلام في العاصمة الفرنسية بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون وبحسب بيان الخارجية الجزائرية فإن مشاركة العمامرة في هذا الموعد ستشكل فرصة لتجديد تمسك الجزائر بالنظام متعدد الأطراف وبمواقفها المبدئية الداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تميز آليات الحوكم العالمية والعمل على تعزيز ظهور نظام دولي جديد أكثر إنصافا وعدلا من شأنه ضمان السلام والاستقرار والتنمية والحفاظ على مصالح البلدان النامية وأضاف البيان أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية سيقتنم هذه المناسبة لتفاعل مع نظرائه ورؤساء الوفود حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك رحب وزير والخارجية الفلسطيني رياض الملك بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية وكانت 151 دولة قد صوتت لصالح القرار في حين صوتت ضده سبع دول وامتنعت عشر دول أخرى وأكد الملكي أن التصويت لصالح القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة والغس يصادف اليوم الجمعة الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الرمز والقائد ياسر عرفات أبو عمار وبهذه المناسبة يحيي الفلسطينيون في مختلف مناطق تواجدهم داخل الوطن وخارجه ذكرى رحيله بفعاليات وطنية مختلفة تتمثل في وقفات ومسيرات ومهرجنات ويمثلوا الحادي عشر من نوفمبر من كل عام ذكرى أليمة تذكر برحيل قائد خاض نظالا تحروريا في سبيل القضية الفلسطينية لعشرة الأعوام ومعارك عسكرية وسياسية لحصر لها حتى استشهاده العام 2004 بعد حصار وعدوان إسرائيلي دام أكثر من ثلاثة أعوام على مقره في مدينة رام الله قرر قضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية في محافظة سوسا شمال تونس الإبقاء على رئيس حركة النهضة الفئة التونسية راشد الغنوشي في حالة صراح بعد التحقيق معه لنحو أربع عشر ساعة في قضية أنستالينغو واتهامات تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة وارتأ قضية تحقيق الإبقاء على المتهم في حالة صراح مع منعه من الصفر في انتظار استكمال الأبحاث نفت سلطات والمتمردين في تيجراي الجمعة ما أعلن عنه الجيش الإتيوبي الاتحادي من سيطرته على 70% من هذه المنطقة الإتيوبية وتدفق المساعدات بعد تسعة أيام على توقيع اتفاق السلام لإنهاء النزاع المستمر منذ عامين وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيجراي أن هذه التأكيدات تأتي من العدم وفي تغريدة على تويتر قال ردوان حسين مستشار رئيس الوزراء الإتيوبي للأمن القومي إن 70% من تيجراي تخذع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإتيوبية موضحا أن المساعدة تتدفق كما كانت من قبل على المنطقة وإن الخدمات أعيدت توصل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا سيان إلى اتفاق مبدئي على انضمام تيمور الشرقية إلى المنظمة الإقليمية كما أعلن الجمعة خلال قمتهم السنوية في برومبين ومن المتوقع أن يتم منضمام تيمور الشرقية رسميا خلال القمة المقبلة في اندونيسيا التي ستتولى الرئاسة الدورية لهذا التكتل الإقليمي بينما نالت ديلي وضع مراقب يتيح لها المشاركة في كل اجتماعات آسيا ختام المجزة شكرا لكم تبقى الروابط والإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة